اشتركوا في القناة و7 و8 و9 و10 هو جزء بسيط لا تشعر انه كبير لانه هو الافكار بتاعته متربطة ونخلص شطر فيه مع بعض فاول حاجة lesson 5 how much sugar how much sugar يعني كم كمية السكر طبعا هنا في الاكتيفتي بيقول لنا read and learn اقرأ وتعلم then answer the questions وبعد كده جاوب على الاسئلة التالية فهنا بيقول لنا we must eat sugar احنا لازم نأكل سكر to get energy علشان نحصل على الطاقة that we need اللي احنا محتاجينها but ولكن وخلي بالك من ولكن دي if we eat more sugar than what the body needs لو احنا كلنا سكر ضيادة عن اللي محتاجه الجسم it will harm our health it will harm harm يعني يضر our health صحتنا and body وجسمنا as follows as follows كما يلي فاول حاجة بيدي لك اول صورة بيقول لك بقى لما تاكل سكر كتير بيحصل ايه بيقول لك هنا gaining unhealthy weight gaining unhealthy weight gaining unhealthy weight يعني بتحصل على وزن غير صحي وزن زيادة بقول حاجة تحصل على وزن غير صحي وزن ايه زيادة مش مش كويس gaining يعني يحصل على يكسب gaining يعني يكسب او يحصل على unhealthy weight الصورة التانية طبعا الكلمات اللي هنا لازم نحفظها تاني صورة بيقول لنا making cavities in the teeth cavities يعني تسوس يبقى تعمل تسوس في سنانك هتخلي سنانك تسوس making cavities in the teeth تالت صورة بيقول لك feeling jumpy and nervous jumpy اللي هو بيتنطط كتير انسان كثير الحركة عملي يتنطط وnervous nervous يعني عصبي يبقى هتكون ايه كثير الحركة وايه وعصبي feeling طبعا تشعر بكده واخر صورة بيقول لك فيها causing harms to your heart هتتبب اضرار لقلبك والعزو بالله and can damage it وكمان ممكن تتلفه damage يعني يتلف over time over time يعني بمرور الوقت over time يعني بمرور الوقت طبعا الاسئلة اللي موجودة على الجزء ده ده homework في جزء تاني في لسن 5 بيقول لك processed food and fresh food processed يعني مصنع processed يعني مصنع يعني طعام مصنع دخل في عمليات تصنيع يبقى processed food يعني طعام مصنع fresh food يعني طعام طازق طازق فأنا بيقول لك read and learn اقرأ وتعلم then answer the questions بعد كده جواب على أسئلة فبيقول لك هنا let's learn about the difference the difference difference يعني الفرق خلينا نتعلم الفرق between بين fresh food and processed food خلينا نتعلم عن الطعام الطازق والطعام اللي تم تصنيعه المصنع example التفاحة apple fresh apple fruit fresh apple fruit يعني التفاحة الطازق it has natural sugars it has natural sugars يعني بتحتوي على سكر طبيعي بتحتوي على سكر طبيعي the peel the peel the peel اللي هو القشرة بتاعتها القشرة القشرة الخارجية is full of nutrients full of يعني مليء بي وطبعا الكلام ده حفظ برضو يا أصحاب full of nutrients طبعا nutrients يعني يعني عناصر غزائية بصد بالعناصر الغزائية الناس اللي بتقشر التفاح وترمي القشرة ده بيعملوا حاجة غلط لأن البيل بتاعها أو القشرة الخارجية بتاعتها full of nutrients أو مليئة بالعناصر الغزائية بصد بقى هنا بيقولك processed apple jam processed يعني مصنع apple jam يعني مربى تفاح مربى تفاح المصنع طبعا فيها يبقى extra sugar is added to the apple fruit يبقى extra sugar يعني سكر زيادة سكر إضافي تم إضافته للتفاح اللي فاكهة التفاح وبيقولك هنا the peel اللي هو الإشرة الخارجية إيه is taken off taken off يعني تم إزالتها so the nutrients are lost so لذلك the nutrients العناصر الغذائية are lost are lost يعني إيه اتفقدت طبعا الجزء ده تحت منه question true false ده homework عليكم بقى كافي activity number two بيقولك هنا color the circle color the circle in red يعني يلون circle الموجودة تحت كل صورة دي بالred if the food is processed لو الطعام مصنع and green وبالاخدر if the food is fresh لو الطعام ده طازق طبعا ده homework وطبعا عشان تبقى فاهم ان الـ chicken دي مش processed لا دي fresh food وطبعا الـ fish دي مش processed دي fresh food احنا كل عملنا ان احنا طبخناها بس حطناها في النار لكن عندك sausage او السجوء ده هل يطار ربنا خلقه بالطبيعة بالشكل ده لا طبعا فده processed food هل يطار الهامبورجر فيه كائن اسمه الهامبورجر في الدنيا ولا احنا اللي صنعناه طبعا احنا اللي صنعناه فده processed food اي حاجة اتعمل قبل ما احنا نطبخها بطريق عن طريق الانسان دي processed food اي حاجة احنا اخدناها من الطبيعة كده وطبخناها وطهناها عشان ناكلها او حتى لو ما طهناش وكلناها كده على طول دي اسمه fresh food طبعا دايما قلنا ده homework اخر جزء في lesson 5 بيقولك time for snack time for snack اللي هو وقت ليه الوجبة خفيفة snack يعني وجبة خفيفة طبعا دي حفظ برضو time for يبقى ايه وقت الوجبة خفيفة هنا بيقولنا في الاكتيفتي دي read and learn اقروا تعلم dry food dry food يعني احنا عرفنا من المرات اللي فاتت يعني الطعام المجفف الطعام اللي تم تجفيفه عشان يتحفظ it is fresh food هو طعام طازج we put in the sun احنا حطناه في الشمس to take water from it to take water from it علشان تخلي تشيل المياه منه and leave وتترك and leave ويترك يعني وتترك the important nutrients العناصر الغذائية الهمة we need اللي احنا محتاجينها inside it بداخله like dried fruit طبعا زي الفكهة المجففة اللي هي الفيج الفيج اللي هو التين والأبريكوت اللي هو البرقوق والdate اللي هو البلح دي طبعا أمثلة من أمثلة الدرايت فود الدرايت فود أو الطعام المجفف طبعا طبعا في activity number two بيقولك هنا circle circle the healthy snacks داع دايرا حوالين الوجبات السريعة الخفيفة الصحية واجبة خفيفة صحية healthy snacks واجبة خفيفة وصحية يعني حاجة بتاكلها كده وسط الأكلات وهي صحية دي اسمها healthy snacks that you can eat اللي انت ممكن تاكلها طبعا هو ميدي لك هنا بعض الصور الابل healthy snack ولا unhealthy snack healthy healthy snack نعمل حواليها circle ال chips طبعا دا processed food فده unhealthy healthy healthy banana healthy chocolate unhealthy lollipop unhealthy dried apricot healthy dried date healthy في لسون سيكس اسمها ونروح لليسون سيكس وهي اسمها what is that package what is the package what is the package او ايه هي الغلاف التغليف package يعني ايه غلاف او تغليف تغليف فهنا بيقول لنا read and learn اعرى وتعلم فهنا رامي بيقول المام تو مام what are you doing انت بتعملي ايه انت بتعملي ايه فالماذر بتقول له i am reading the information of nutrition label on the food packages انا بقرأ انا بقرأ i am reading the information المعلومات of nutrition nutrition يعني تغذية معلومات التغذية لابل طبعا الملصقة on على the food package food package اللي هو ايه ولاف او تغليف الطعام food package اللي هو تغليف الايه الطعام فرامي بيقول لها how can this information help us mom ازاي المعلومات دي ممكن تساعدنا يا ماما فهي بتقول له it can help us make healthy choices healthy choices يعني choices يعني اختيارات healthy choices يعني اختيارات صحية healthy choices يعني اختيارات صحية فرامي بيقول لها can i take a look ممكن اخذ نظرة on these labels على هزيه الملصقات please لو سمحتي فهمتو بتقول له of course بالطبع رامي يا رامي فهنا بيقول لنا في الصفحة اللي بعد كده how to read how to read how to read nutrition facts 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 يعني حقائق how to read how to read look at look at the following nutrition label انزر على الملصق الخاص بالتغذية التالي ده then learn how to read it وبعد كده تعلم بقى زاية قراءة فهو الحاجة بيقول لك هنا nutrition facts أو حقائق غذائية serving size serving size serving size يعني الكمية قد ايه 1 cup الكوبية الوحدة فيها 227 جرام 227 جرام الكالوريز الكالوريز أو السعرات الحرارية وهنا عرفناها المرة اللي فاتت فيها 280 كالوريز الاماونت وهي هنا الديلي فاليو الاماونت يعني الكمية والديلي فاليو النسبة اللي احنا عرفناها النسبة المئوية اللي بيحتاجها الانسان التي يحتاجها الانسان يبقى لما تيجي تقرى هنا بيقول لك الاماونت هي بيديك حاجات تحت الاماونت ويقولك نسبة الامونت من احتاجاتك اليومية يهي نخض個 إثقاء الدهون الهاتف في 9 حق desirable 12% من احتاجاتك اليومية تكضير مناسب النزاز سلم 3% حق กبير 5 s prom سلم 3 sash обрат eg م plan sotto 23% من احتاجاتك اليومية الترانس فات الدهون المتحولة 0% 0 جرام الكوليسترول في 35 ملي جرام بتساوي 12% من احتياجاتك اليومية السوديوم او الملح في 850 ملي جرام بيساوي 37% من احتياجاتك اليومية التوتل كاربوهايدريتز في 34 جرام بتساوي 12% من احتياجاتك اليومية البروتين في 15 جرام مش مش كاتب النزمة المقوية قد ايه الفيتامين دي في 0 جرام مفيش فيتامين دي خالص في المنتج ده الكالسيوم في 320 ملي جرام بيساوي 25% من احتياجاتك اليومية الايرن او الحديد في الواحد و 6 من 10 ملي جرام بيساوي 8% من احتياجاتك اليومية 510 ميلي جرام يساوي 10% من احتياجاتك اليومية طبعاً هنا بيوريلك في الجنب أول حاجة serving information أو معلومات الكمية بعد كده calories أو صورات الحرارية ثلاثة بيقولك daily value guide أو دليل احتياجاتك اليومية دليل احتياجاتك اليومية بعد كده بيقولك limit these nutrients أو حدود هذه العناصر الغذائية وآخر حاجة بيقولك هنا get enough of these nutrients وحصل على ما يكفيك من احتياجاتك من هذه العناصر الغذائية وحصل على ما يكفيك من عناصر الغذائية من هذه العناصر الغذائية طبعاً ده ال label بتاع nutrition أو الملصق بتاع العناصر الغذائية والتغذية بتاع المنتج ده وانا شايف ان هو طبعاً الصحي اوياني لانه بيديك fat's كتير بيديك vitamin's liel ومش مش هو العناصر اللي ممكن نعتمد عليه في تغذيتنا تعالوا نروح للصفحة اللي بعد كده خلينيه مع بعض بيكلمنا لسه عن label بتاع nutrition أو الملصق بتاع التغذية فبيقولك serving information اللي هو size او الحجم يعني بيقولك it is the amount of the food هي كمية الطعام a person would normally eat at one time اللي ممكن يأكلها الانسان الطبيعي في وجبة من الوجبات serving information اللي هي معلومات حصة الفرض حصة الفرض one time في المرة الوحدة طيب الكالوريز الكالوريز او السعرات الحرارية they are the amount of energy هي كمية الطاقة in one serving اللي موجودة في نصيب الفرض او حصة الفرض of the packaged food من الطعام المغلف sometimes بعض الوقت sometimes احيانا the label will say الليبل ده او الملصق ده هيقول energy instead of calories هيقولك بدل ما يقولك calories هيقولك الانيرجي هيسميها انيرجي مش هيقولك calories طيب في number three بيقولك the percent daily value او العلامة دي جنبها dv يعني percent daily value يعني نسبة النسبة المئوية النسبة المئوية اليومية يقولك هنا this show ده بيوضح this show us ده بيوضح لنا how much of each nutrient is in one serving كمية العناصة الغذائية في الوجبة الوحدة بتاعت كل فرض طبعا في number four بيقول لنا هنا limit these nutrients قلل من العناصة الغذائية دي so بيقولك we should limit these nutrients because these nutrients may be unhealthy قلل الكمية بتاعت العناصة الغذائية دي لان هي ممكن تكون unhealthy او غير صحية for example على سبيل المثال يعني هنا بيقولك limit these nutrients يعني قلل 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 هذه العناصر الغذائية ليه لان هي we should limit يعني ينبغي ان احنا ينبغي ان احنا نحد limit يعني يحد يحد او ايه او يقلل او يقلل يحد او يقلل we should limit these nutrients احنا لازم نحد او نقلل العناصر الغذائية دي because لان these nutrients هذه العناصر may be unhealthy ممكن تكون ربما تكون maybe يعني ربما تكون unhealthy غير صحية بيقولك هنا for example على سبيل المثال fat الدهون cholesterol cholesterol and sodium والسوديوم الحاجات دي المفروض نحنا نقللها في اكلنا علشان دي unhealthy nutrients او عناصر غذائية غير صحية لو زادت جواء جسمنا بتضره number five بيقولك get enough of these nutrients يعني احصل على ما يكفيك من هذه العناصر طبعا الكلمات اللي هنا الجديدة لازم نحفظها فهنا بيقولنا these nutrients هذه العناصر الغذائية help to keep our bodies healthy بتساعد على ان احنا نحفظ جسمنا بشكل بشكل صحي for example على سبيل المثال الفايبر الفايبر يعني الالياف vitamin A vitamin C vitamin C calcium and iron calcium والحديد بيقولك هنا كمان note لاحظ general guide to percent of daily value او general guide الدليل الدليل العام general يعني عام وguide يعني دليل الدليل العام للنسبة المئوية اليومية when the percent of daily value is 5% او 5% or less a nutrient peer serving this is considered low لو نسبة المئوية بتاعة العنصر 5% او اقل ده بنوعتبروا ان العنصر ده قليل اوي في الطعام اللي احنا شاريينه لو 20% or more او اكتر of nutrients pair serving في العنصر الغزائيه اللي موجودة في serving او في وقبة الفرد this is considered high ضبنا اعتبروا high او عالي more often choose food that are لازم نحنا نختار الطعام اللي lower in percent of daily value for saturated fat الدهون المشبعة sodium and sugar لازم نختار الطعام اللي فيه نسبة saturated fat and sodium and sugar وليلة higher in percent of daily value for fiber وليزم نختار الفيبر فيه عالي وفيتامين D عالي والكالسيوم عالي والآيرن عالي والبوتاسيوم عالي يبقى لازم لما نختار الطعام بنختاره في saturated fat أليلة وسوديوم أليل والشجر أليل ولازم نشوف لو فيه fiber عالية يقعد يبقى كويس وفيتامين دي كمان لازم يبقى كتير وكالسيوم وآيرن وبوتاسيوم ده اللي هيعرفك قدقي ان الطعام ده صحي healthy ولا unhealthy ونروح للصفحة اللي بعد كده خليكم معا comparing breakfast cereal تعالوا نقارن بين breakfast cereal أو حبوب الإفطار comparing يعني نقارن أو مقارنة نقارن فهنا بيقولك look at the nutrition label انظر على الملصق بتاع العناصر الغذائية أو التغذية فهنا بيقولك look at the nutrition labels انظر على الملصقات العناصر الغذائية of two different breakfast cereal الخاصة ب حبوب إفطار نوعين مختلفين من حبوب الإفطار then record the amount of nutrients بعد كده سجل كمية العناصر الغذائية in a table in the table below في الجدول اللي تحت and answer the questions وجاوب على الأسئلة فطبعا هو مدينا نوعين من أنواع حبوب الإفطار اللي هي cereal A و cereal B النوع الأولاني هذه label بتاعه أو الملصق بتاعه بتاع التغذية بتاعه ودي النوع الثاني الملصق بتاعه نحن نريد نملك table الجدول من الملصقات أو من labels وبعدين نجاوب على الأسئلة فهنا cereal A يقول total fat في cereal A مكتوب total sugar total fat total fat 3 grams يبقى في cereal A total fat A 3 grams في cereal B 1 gram 1 gram يبقى هنا cereal B في fats أقل هذا كويس ولا وحش لازم fats تمكنش عالية علشان المنتج يكون صح فيبقى cereal B كده أفضل في حدة fats هنا cereal A بيقول total sugar total sugar في cereal A ده في أين الشجر في أين الشجر 14 14 جرام أه أه 14 جرام 14 جرام في cereal B total sugar 8 جرام بس يبقى كمان ده السكر أليل في cereal B ده يبقى كمان أفضل وأفضل في البروتين بيقولك cereal A في protein أدي 1 جرام أدي 1 جرام cereal B في 4 جرام جرام مهم يجب أن cereal B في 4 جرام فهذا أفضل يبقى هنا عرفنا نملة البيانات وعرفنا من وجهة نظرنا أنهي أفضل أنهي healthy فيهم cereal A أو cereal B cereal B cereal B لأنه دهون أقل و sugar أقل و بروتين أكتر فهو الأفضل هو healthy أكتر بعدين هنا نجاوب على الأسئلة التي تحت هوم ورقة نروح لليسون 7 واسمها Are these plants healthy هل يطر النباتات بصحة جيدة ولا لا فهنا بيقول لنا Look at the following two figures figures يعني شكل أشكال figures يعني أشكال طبعا هي جامع figure Then answer the questions وبعد كده جواب على الأسئلة التالية فهنا مدينا figure 1 والنبات فيه بيموت خالص ولون أصفر و figure 2 طبعا حدي DBCC ومهتم به ولونه green جميل والشمس كمان طلع عليه فصحيته كويسة دي أول حاجة اخذنا منها من الصور فهنا بيقول لنا تحت choose اختار which plant do you think is healthy plant in figure A1 or plant in figure 2 plant in figure 2 ده healthy صح يعني هو اللي احنا شايفينه صحته أحسن all plants need كل النبات بتحتاج sun only ولا water and sun water and sun water and sun ده الصح فده الاختيار الصح بيقول لنا هنا كمان put true or false بعلم صح ولا غلط the sun is important for plants صح ولا غلط صح طيب plants grow up if they get water but they are kept always from the sun kept always يعني دايما بنحفظها بعيد عن بنحفظها بعيد عن عن الشمس ده true ولا false false ده false humans البشر animals والحيوانات and plants والنباتات need water ده true ده صح نروح للبيج البعض كده خليكم معايا why water matters matters يعني مهمة بتفرق فليه الميا مهمة فهنا بيقول لنا read and learn اقرا وتعلم then answer the questions وبعد كده جواب على الأسئلة التالية drinking water شرب الميا is important هو مهم healthy habit important healthy habit يعني عادة صحية هامة habit يعني عادة important healthy habit طبعا الكلمات الجديدة لازم نحفظها your body mostly يعني غالبا contains water contains water contains يعني يحتوي على مية يبقى جسمك دايما غالبا بيحتوي على المية أو في أغلب الأحيان بيحتوي على المية water is in every part of your body هي المية موجودة في كل جزء في جسمك to make sure that your body is working properly علشان تتأكد إن جسمك شغال بشكل سليم بشكل مناسب properly يعني بشكل مناسب بشكل مناسب you need to stay hydrated hydrated يعني رطب مشبع بالماء hydrated means يعني إيه hydrated drinking enough water إن أنت تشرب ماء كافي to keep your body working well working well يعني يعمل بشكل جيد importance of water أهمية المية it keeps the body temperature consistent يعني سبتة بتخلي درجة حرارة الجسم سبتة تخليه كل شوية يطلع وينزل درجة حرارته وده خطرة على الصحة هي بتخلي درجة temperature درجة الحرارة conestant conestant يعني إيه ثابتة it helps the joints joints يعني المفاصل move correctly إن هي تتحرك بشكل صحيح it keep the bones healthy بتحافظ على العظام صحية it helps the body get rid of toxins and wastes get rid of يعني يتخلص من toxins يعني السموم wastes يعني الفضلات الفضلات يبقى بتساعد الجسم كمان إنه يتخلص من السموم ومن الفضلات your body loses a lot of water through sweating يعني التغرق نحن نعرق going to the bathroom إن إنت تروح الحمام and breathing breathing وإن أنت تتنفس الحاجات دي بتخلي الجسم ميفئ الميا كتير يبقى your body loses a lot of water جسم ميفئ ميفئ كتير through من خلال sweating التعرق going to bathroom to the bathroom إن إنت تخش الحمام and breathing وإن أن تتنفس طبعا إنت مش عارف زي بتفقد الميا وإنت بتتنفس هك كيس كده وحط تتنفس ومن أخيرك هتلاقي الكيس بقى فيه بخار ميا كتير بعد أقل من زي لأن أنت جسمك وهو بيتنفس وبيخرج ساني أكسيد الكربون بيخرج معاه بخار ميا علشان يخلي أنفك وفمك راطب طول الوقت فده بيخرج ميا من الجسم فبالتالي أنت بتفقد ميا برضو ونت بتتنفس لو أنت فقدت ميا كتير without replacing it من غير replacing يعني نستبدل without replacing it يعني من غير ما تستبدلها replace يعني يستبدل you can become يعني يصبح أنت هتصبح dehydrated يعني قاف and you will suffer from suffer يعني يعني وfrom من suffer from يعني 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 feel thirsty يعني تشعر بالعطش feel tired تشعر بالتعب dizzy dizzy أنه عاس أنت حس أنت عايز تنام طول الوقت and weak و الضعف كل ده بسبب أن أنت حس أن أن عطش أو تايب جسمك من غير مية فكل ده سيحصل لك طبعا الأسئلة اللي تحت دي homework drink your water drink your water اشرب المية بتاعتك فهنا بيقول لك في الاكتيفتي ده your body needs enough your body needs eight cups of water per day جسمك محتاج ثمن كبيات مية كل يوم you have three days انت عندك ثلاثة ايام on each day كل يوم في كل يوم you have ten spaces هت عندك 10 مساحات فاضية او ميدي لك ثلاثة ايام تحت او او دي 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 وان ودا دي دي ثري ميدي ten spaces او 10 مساحات فاضية او 10 مساحات فاضية with each cup of water you drink on each day كل ما تشرب كباية من كبيات دي stick one cup of water اعمل علامة او الزا هنا ملصق يعبر عن ان انت شربت كباية مية اتنين ثلاثة وهكذا ودا طبعا table او او جدول بيساعدك ان انت تنظم شرب المية خلال ايامك وهنا بيقول لك في اخر تحت هنا شايفين ها قدامنا بيقول لك stickers are at the end of the book هم دي كمان stickers بتعبر عن انت شربت مية تعال نبص عليها ادي stickers موجودة فعلا ورا بتاعت كبيات بتاعت المية stickers of page 95 ودي موجودة في اخر الكتاب زي ما احنا شايفين قدام تعال نروح لل page اللي بعد كده خليكم معاي كل واحد لازم يشرب مية في الاكتافيتي دا بيقول لك انقر انقراج يعني شقع ودي ودي لازم تحفظ ساحة ترسم فيها فانتا المفروض ترسم بقى حاجة تشجعهم بيها من هم يشربوا الووتر أو drinking water over the day على مدار اليوم دا homework طبعا عندنا هنا lesson 8 أو الدرس التامن keeping food cold أو الحفاظ على الطعام بارد فهنا بيقول لنا في الاكتافيتي read and learn then answer the questions اقرأ وتعلم وبعدين جاوب على الأسئلة فبيقول لنا هنا we can keep food cold by using refrigerators احنا ممكن نحافظ على الطعام بارد باستخدام السلاجات refrigerators السلاجات need electricity بتحتاج كهرباء to keep the food inside it cold علشان تحافظ على الطعام داخلها بارد thousands of years ago من ألاف السنين before the electricity was discovered قبل ما نكتشف الكهرباء people found other ways الناس لقيت طرق تانية to keep food cold علشان يحافظوا على الطعام بارد for example على سبيل المثال using zero pots مستخدمين الأواني الخزافية أو الأواني الفخارية zero pots الأواني الخزافية مستخدمين 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 المثال 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 اللي بينهم بالساند بالرمل نومبر فور بيقولك حط بقى مية على الساند اللي بين التو بوتس دول علشان تخلي الساند مليان مية وبالتالي هتعمل برودة وتخلي اي حاجة موجودة في الانترنال بوت ده او الاناء الداخلي ده باردة بقى كده بيقولك finally في الاخر نهاية اخيرا finally يعني اخيرا it is ready to be used هو جاهز للاستخدام اهو دي شكله الثاند موجود بينهم وعليه مية you can put some vegetables انت ممكن تحط بعض الخضروات fruits والفاكهة or some juice packages او بعض علب العصير in your there put في ال there put بتاعك او الاناء الفخاري بتاعك فهنا بيسألك وبيقولك how does the there put work ازاي يزير بوت ده بيشتغل في بيقولك هنا the water you have poured into the sand المية اللي انت حطتها على الرمل اللي بين البوت دي evaporates into the air evaporates يعني تتبخر تبخرت تتبخر في الهوى so it takes heat with it علشان كده بتاخد الحرارة معاها and these cool the space inside the boot وده بيبرد المساحة في البوت اللي جوه او في الاناء اللي جوه so it preserves preserves يعني يحافظ على او يحفظ يحافظ على the food inside الطعام بداخلها the reports الاواني الفخرية work well in تشتغل كويس او في shade shade يعني الزل shade area يعني shade areas اللي هي مناطق الزل اللي هي برا الشمس حتى كده ضل because the sun will warm them quickly لان الشمس هتسخنها بسرعة breathy areas breathy areas اللي هي الاماكن العاصفة الاماكن اللي فيها الاماكن العاصفة الاماكن اللي فيها ايه هو جامد breathy areas because the wind لان الرياح makes the water evaporate faster بتخلي المية تتبخر اسرع طبعا هنا بيقولك note لاحظ ان the airports الاواني الخزافية are most effective in areas where the air is very dry and desert areas as desert areas ان الزيربوت دي very effective يعني فعالة جدا في المناطق اللي فيها الهوى جاف where the air is very dry الهوى جاف جدا as desert areas زي المناطق الصحراوية طبعا هنا تحت في complete the homework عليكم هنا في الجزء ده بيقول لنا my ideas او افكاري او ارائي يعني في الاكتيفتي ده بيقول لك follow the following steps تبع الخطوات التالية to make your own icebox علشان تعمل icebox بتاعك فstep 1 فالsteps في بيقول لك في step 1 bring a big plastic box with a cover احضر صندوق بلاستيك كبير من غطى بتاعو في number 2 بيقول لك bring another plastic box that is smaller than the first one and without a cover احضر صندوق بلاستيك تاني او صندوق بلاستيك تاني اصغر من الاولاني ومن غير غطى number 3 بيقول لك put the small plastic box in the bigger one حط الصغير البلاستيك بوكس الصغير في الكبير number 4 بيقول لك put some foam some foam اللي هو قطع الفلين ايوه الفوم اللي هو الفلين قطع الفلين in the space found between the two boxes في المسافة اللي بين الصندوقين قطع الفلين اللي هي الفوم sheets دي بين الصندوقين number 5 بيقول لك cover the big box غطي الصندوق كبير with some foam sheets from outside غطي الصندوق كبير ببعض قطع الفلين من الخارج عشان تعزل عنه حرارة الجو بعدين بيقول لك هنا في الاخر number 6 put some ice cubes مكعبات التلج وحط بعض المكعبات التلج in the plastic bags in the plastic bags في أكياس بلاستيك then put them then put these bags inside the box وبعدين حطهم حط الأكياس دي داخل الصندوق now الآن put yogurt ضع زبادي or juice packages أو علب عصير in your icebox في الأicebox بتاعك to keep them cold علشان تحافظ عليهم بردين وسائين تعالوا نروح للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونروح للبيج اللي بعد كده وهي page 100 العنوان بتاعها activity put through beside the picture that you think it is good way إن هي طريقة كويسة to keep our food cold طبعا إحنا هنحط علامة صحة جنب الحاجة اللي تخلي الطعام بتاعنا موجود بسائع وشكل سليم إن هي تحفظه بارد يعني ده هم ورك علي lesson 9 وهي food storage through time food storage يعني تغزين food storage يعني تغزين الطعام تغزين الطعام through time على مر الزمن من زمان قوي بيحكي لك بقى حكاية إزاي كنا بن بنعمل food storage أو تغزين للطعام فهنا بيقول لك في فهنا بيقول لك activity read and learn let's learn about a history history يعني تاريخ وطبعا يا أصحابي أي كلمة جديدة حفظة على طول of how we can store food زي نخزين الطعام let's see خلينا نرى the timeline timeline خط الزمن that shows this history اللي بيوضح التاريخ در فأول حاجة بيقول لك هنا before ten thousand years bce يعني قبل الميلاد 10,000 سنة قبل الميلاد using fire for cooking استخدمنا النار علشان نطهو الطعام 7,000 bce 7,000 سنة قبل الميلاد drying in the sun بدأنا نجفف الطعام في الشمس عشان نحفظه 2,500 bce 2500 سنة قبل الميلاد baking dried grains baking يعني نخبز dried grains الحبوب الحبوب أو البخليات الجافة baking يعني نخبز بدأوا بدأوا فعلا يعملوا الخبز 30 bce 30 سنة قبل الميلاد using salt using salt استخدمنا الملح في حفظ الطعام بدأنا نملح الأسماك وغيره واللحمة in 1810 في سنة 1810 1810 glass jars with cork canning يعني glass jars يعني البرتمانات الزجاج برتمانات زجاج with cork اللي هي بغطة يعني بغطة بقفول canning canning يعني التعليب التعليب اللي هو نحطها في علب مش تعليب بحاجة تانية التعليب يعني نحطها في علب طبعا بدأنا نحط الطعام في علب in 1920 أو في سنة 1920 using electric refrigerator أو استخدمنا الثلاجة الكهربائية electric refrigerator يعني ثلاجة كهربائية ده طبعا food storage through time أو تخزين الطعام على مر الزمن احنا مش مطلوب اننا نحفظ الكلام ده احنا نحفظ بس بعض الكلمات الجديدة اللي ممكن تقابلنا كتير بعد كده نروح للبيج اللي بعد كده خليكم معايا وهنا في البيج دي I have learned that أنا تعلمت أنا وطبعا مراجعة على كل الدروس اللي اخدناها واخر حاجة معانا lesson 10 وهي هنا بيقول لك my healthy canteen او الكافتية المدرسية بتاعتي الهيلثي اللي بتبيع طعام صحي فهنا ده project او مشروع المفروض احنا هنعمله use the stickers to stick each food استخدم الاستيكر اللي موجودة في اخر الكتاب علشان تلزأ كل نوع من انواع الطعام in its right place في المكان الصح بتاعها to make your healthy canteen علشان تعمل healthy canteen بتاعك بيقول لك طبعا note هنا the stickers are at الصورة بيدي لك healthy canteen بيقول لك the snacks او الوجبات الخفيفة the snacks او الوجبات الخفيفة cold food او الطعام البارد طعام بارد وهنا fresh food يعني طعام طازج تعالوا نشوف the stickers في اخر الكتاب هاي stickers هاي في اخر الكتاب هاي دي the stickers في اخر الكتاب وبيقول لك stickers for or page 104 اللي صفحة 104 اللي احنا فيها بتدي لك الصور دي علشان تقسمها في الخنات المختلفة بتاعة healthy canteen بتاعك طبعا ده homework عليكو واخر حاجة بتدي لك الكويز او الامتحان على chapter 3 او على الفصل الثالث ده homework عليكو وبكده وده كويز على theme 1 ده homework وبكده نكون انهينا شرح chapter 3 وانهينا معايا شرح theme 1 كله وانهينا معايا شرح درس النهاردة ان شاء الله المرة الجاية هنبتدي نشرح theme 2 او المحور التاني the world around me العالم من حولي taking care of our world ازدائي نعتني بالعالم بتاعنا اتمنى انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 like تحت الفيديو الاهم انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم links بتاعتها في description او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا